بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة نفس اليوم او تاني يوم او بعدها بيوم لغاية لما الحقيقة نهاردة طلعت مع حضراتكم فطبعا انا قعد بتابع كل المباريات بتابع الاستوديوهات التحليلية بتابع كل الامور طيب ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي انا هتكلم طبعا عن منتخبنا الوطني وهتكلم عن القرعة وهتكلم عن السنغال وايه موضوع السنغال وايه اللي حيحصل لكن انا الحقيقة شدني جدا جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر اللي هو لماذا دائما النادي الأهلي لماذا دائما النادي الأهلي والجهاز الفني وبيتسو موسيماني بعيدا عن الحاجات اللي بتتقال لكن لماذا دائما النادي الأهلي وليه دائما خلال الفترة الأخيرة لما النادي الأهلي بيعمل حاجة يقول لك أسلوبوس النادي الأهلي بيعمل حاجات غلط كتيرة جدا فيه إنه هو بيطلع الناشئين والمفروض الرجل يلعب كذا ويلعب بالناس التانية أي نادي تاني اي نادي تاني والانديا المنافسة امام حضراتكم في كل السوداءات التحليلية يقولك ايه بصراحة النادي ده رائع النادي مغلوب اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وواحد واثنين والكلام ده كله يطلع يقولك ايه باصل النادي ده الانديا يعني لا النادي ده بصراحة عاملين شغل كويس مش مهم يتغلبه مش مهم يحصل اي حاجة لا ده طبيعي جدا وبيحصل لانه بيجرب رجل بيجرب لكن النادي الاهلي لا ما يحصلش النادي الاهلي ايه اللي بيعمله بيتسو موسيماني بغض النظر عن بيتسو والكلام اللي بيتقال لكن ايه اللي بيعمله بيتسو موسيماني هو بيتسو ده ايه اللي بيعمله مايلعب بالفرقة الكبيرة اه احنا كان عندنا حتى امل ان هو يلعب بالفريق الكبير او مجموعة اللاعبين اللي ما بيلعبوش الفترة اللي فاتت من المباراة السابقة امام ما قولين العرب لكن الرجل وجهت نظره كده رؤيته كده شايف ان اللعابة اللي عنده لسه عندها كورونا او بواء كورونا فهو حر هو يختار من يريد ان هو يلعب به لان هو اللي بتحاسب وبعدين كسر ربطة تتلعب دائما بالساكن تيم في كل العالم مش في مصر بس يعني بعيدا عن كل ده زي ما بيقول لحضراتكم انا بيشدني جدا هذه الفترة موضوع للسودات التحليلية لماذا دائما النادي الاهلي ليه كل حاجة يقول لك النادي الاهلي النادي الاهلي اصله بيحصل اصله بيخلي اصله بيسوي ويا جماعة فيه اندية اخرى والله العظيم تلاتة عادي جدا كسر ربطة ده فيه 17 نادي غير الاهلي فيه 17 نادي غير الاهلي وفيه اندية بتتغلب وفيه اندية بتكسب وفيه اندية بتتعادل لكن انت في الاخر انا عارف ان مش هيشغل بلغ غير النادي الاهلي طب وبعدين لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي اتكلمه مش هقول كويس لكن اتكلم بشكل موضوعي اتكلم بشكل موضوعي ما تتكلمش بشكل ان انت عايز تهد في هذا الفريق انت بتهده في الفريق النادي القالي ليه؟ نفس اعرف معرفش كل جمهور النادي القالي عمال يبعط لي هاي الناس دي بتعمل كده ليه؟ ده حتى في قناة معينة تسمت باسم نادي معين والله الجمهور القالي بينهم وبن بعد كده احنا كجمهور القالي و احنا بنبعط القناة كذا كذا انا مش عايز اتكلم لكن الحقيقة اللي بيحصل واللي انا بشوفه لا يصح ما يصحش يا جماعة اللي بيحصل ده النادي الاهلي هو اللي رافع دائما اسم مصر عاليا في اي محفل دولي او افريقي فكرني كده هو اخر بطولتين افريقية مين اللي خده اخر سوبر افريقية مين اللي خده واللي بيحصل ده طبيعي في النادي الاهلي واللي بيحصل في كل او معظم الاستوديوات التحليلية بتتكلم بهذا الشكل وبهذا المنظر محضرتك قول ان في انا رحية بشكر الناس كلها طبعا على الحلقة بتاعتك بتتخليب وناس كلها بتقول لي هو ده الكلام وده الاسلوب ان انا رحية ما اتكلمتش عن مباراة الجنة والاسماعيلي في الوقت ده ساعتها لكن اتكلمت عن الخطة اللي بيضعها مجلس الادارة علشان يصل ان هو يبقى عنده مجموعة ناشئين يلعب بيهم الجنة والاسماعيلي والمقاولين وما يبقاش خايف من حاجة ما عندوش مشكلة ان هو يلعب بدول بمجموعة الناشئين دول هو ده الفارق الحقيقة وهو ده دايما اللي بنتكلم فيه لكن الاقي ان نقض 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 يا جماعة اتكلموا كويس مرة هو فيه ايه هو انا عم بيستمه ده وما تتنرفس لا انا مش متنرفس بالمناسبة لكن الموضوع بالنسبة لي كان غريب جدا ودايما نفس الاسلوب ونفس الطريقة زي مرة حد قد طلع يقولك ايه اسلوب يعني مسلماني مشكلته ان هو بياخد بطولات او يعني مسلماني بعملش حاجة غير ان هو بياخد بطولات طيب ماشي على فكرة النادي الاهلي دائما بيحصل فيه اه ممكن يكون فيه مشاكل طبيعي جدا اي نادي في العالم اه زي موضوع ياسل ابراهيم ووليد سليمان حسنا ان الموضوع بقى دنيا قامت ما اعادتش وبتاع لكن في النهاية انا قلت لحضراتكم ان ده بيحصل وطبيعي جدا بيحصل ما بين اتنين لعبين وزملاء والعلى اللي عرفتوا بعد كده تطلعوا وتغدوا وتكلموا وعملوا والموضوع انتهت وكل حاجة انتهت لكن كل ده الحبة بتبقى قبة بتبقى قد كده بتبقى موضوع كبير جدا جدا انا عارف ان ده عشان اسم النادي الاهلي وكده ولكن طب يا جماعة بقية الاندية فيه هو اللي بيحصل في النادي السولاني والنادي العلاني والنادي التاني ايه ايه اللي بيحصل حضراتكم ما بتقولوش يا الاندية التانية الله عالجمال تتغلب اتنين وثلاثة واربعة ما يقولك الله عالجمال ايه الحلاوة دي بصراحة هو لازم يجرب عشان ما حدش بعد كده يقول له انت ما انت اللعبة دي لا ما تلعبهاش ليه لكن تيجي على النادي الاهلي مثلا يعني يقول لك لا يا جماعة النادي الاهلي يعني آآ لا بيعمل حاجات غلط هو ده كلام يا جماعة ما خلينا نتكلم بمنطقية وموضوعية عشان الناس تفهم الكلام وتسمع الكلام وتقعد تتفرج على على كل الناس لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر اعتقد ان انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع اللي بيحصل في السؤال التحليلية خلال الفترة الاخيرة لو سمحتم من فضلكم اتكلموا بالموضوعية وبالمنطق بعيدا عن اي شيء اخر بعيدا عن اي امور خاصة على فكرة اللي بيعمل لك اكبر نسبة مشاهدة هو جمهور النادي الاهلي اللي بيعمل اي برنامج في اي حتة في اي حاجة هو جمهور النادي الاهلي وانتوا عارفين وانا عارف كل الناس عارفة هذا الامر كل الناس عارفة هذا الامر فليه حضراتكم بتحاولوا تخسروا جمهور النادي الأهلي صدقوني صدقوني صعب جدا كلام اللي بيتقال ده لما تقعد وتتفرج لا تشوف كلام غير منطقي الحقيقة وغير موضوعي وهو ده الأهم بالنسبالي أنت لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي بتتكلم بمنتهى بتنتقد بشدة جدا 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 ولما تيجي تتكلم على عندها أخرى قول لك أصل آه أصل فيه أصل لسه أصل بيجرب أصل بيعمل أصل كذا ويلا وهلوم مجر وهذا الكلام عاري تماما من الصحة الكل يعلم أن هناك مشاكل في بعض الأندية الأخرى وما حدش بيتكلم عنها الكل يعلم أن هناك أمور ما تخصنيش الحقيقة ولكن أنا اللي يخصني أن أنا لما حد يجي يتكلم عن النادي الأهلي لو سمحتوا تتكلموا كويس ومن فضلكوا ادوا النادي الأهلي وادوا جهازوا الفني واللاعبين حقهم بس كده أنا مش عايز أكتر من كده لأنه الموضوع صعب جدا لأنه لما تيجي تتكلم على الجانب الآخر هتتكلم على الجانب الإيجابي يعني اللي محدش بيقول ولا بيتكلم فيه التجربة أبرزة عناصر مهمة جدا تقدر تلعب بيها تخيل حضراتكم أن أنا سمعت السؤال مش في القناة تلفزيونية يعني لكن سمعت وأنا مشي في العربية أن بيتقال إيه؟ بيتسئل السؤال كده والله بيتسئل السؤال كده هو النادي الأهلي ممكن يلعب كم واحد من الناشئين دول بعد كده تخيل مش مثلا أن النادي الأهلي المدير الفني تحطه قدامه وماشى كبيرة جدا من عشرين لاعب يقدر ياخد منهم واحد اتنين تلاتة اربعة خم بو خلي بالحضراتكم طريقة السؤال بو هي طريقة السؤال هي واحدة على فكرة اللي أنا بقوله ده زي اللي كان السؤال اللي بيتسئل إن كم واحد من دول يقدر يلعب في الفريق الأول في النادي الأهلي بل هو بيلعب فيه دلوقتي هو كان بيلعب ضد الجونة في فريق تاني غير النادي الأهلي هو كان بيلعب في الإسماعيلي ضد الإسماعيلي في فريق تاني غير النادي الأهلي غير فريق الأول كلام يخليك تبقى الحقيقة واقف متدايق جدا وزعلان جدا أو بتسمع الراديو أو بتسمع التلفزيون بتبقى زعلان جدا جدا من الكلام اللي بيتقال لأنه زي ما بقول لحضرتك ممكن تسأل السؤال كده إن كم واحد من دول حيلعب في النادي الأهلي وممكن تسأل السؤال على الجانب الآخر إن القماشة بقت كبيرة جدا قدام الموديل الفني يقدر يختار منها زي ما هو عايز واحد اتنين تلاتة يمكن أقلي يمكن أكتر معرفش لكن كل واحد بيسأل بهواء اللي جوه الهواء الأصفر أوكي الأبيض أوكي الأحمر أوكي أي حد بيتكلم بهواء الحقيقة وأنا بشوف إن ده غير صحيح غير صحيح ولا يجب أن يحدث في قنوات عامة في قنوات عامة مرة تانية علشان ما حد يش ياخد من كلامي يقول لك إسلام بيقول لا أنا بتكلم أنا طالع أتكلم عن ندي الأهلي على فكرة مش مفروض أن أتكلم على حاجة تانية اتخابنا الوطني طبعا ده أساس لكن ندي الأهلي برضو أساس الحضراتكو اللي إحنا عملين نسمعه الحقيقة بقى لنا تلاتة أربعة أيام أو من ساعة جونة والإسماعيلي وبعد كده المقولين ما تيجي تتفرج على الجانب الآخر تزعل تبدايق الحقيقة كمشاهد أهلاوي إن مش عارف الفريق بتاعك ما بياخدش حقه معرفش ليه ما بياخدش حقه الحقيقة يستحق أكتر من كده يستحق أكتر من كده يلا قد نحن نشوف الفترة اللي جاية برضو إيه اللي حيحصل في هذه الأمور لأنها أمور مهمة وصعبة جدا على الجانب الآخر مضح جدا